بصراحة يا برج الميزان عم شوف فيه منكم اللي عم بمر يعني بمشاكل كثيرة يعني خلطوا تعبان كثير وزعلان وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع كذلك فيه شوية خلافات يعني فيه منكم اللي عنده خلافات مع الاخوة او معاشي حدا كبير بالبيت يعني ممكن تكون الوالدة او الوالد يعني ولكن ما برجح الوالد يعني يعني الشي حدا كبير هيك كذلك عم شوف يعني فيه منكم اللي شايفاه مركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها سواء بالأسرة او سواء مع شي حدا كان بحبه وشايفاك قاعد زعلان على كوباية الحب اللي ممكن انه خسرها او ما كان بدو الشغلة اللي صارت سواء كانوا فيه سالطلاق شغلة هيك انه تصير شايفاك قاعد زعلان وماسك الكوباية يا برج الميزان كذلك فيه منكم يعني اللي قاعد عم يستنى قرار يعني سواء كان قرارة او محاكمة يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك شغلة شي قرار حكم نفقة او راق يعني شغلة في الموضوع هيدا كذلك فيه منكم اللي شايفته يعني تعرضوا الخسارة بعلاقة ارهقته وخلته يعني كأنه صار حدا لحاله فشايف منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي كأنك بحاجة الى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل اعمق يا برج الميزان فعم شوف كأنه في حدا عزل حاله خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها يعني وكأنه نسحب يعني نسحب نحو نفسه للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير الجماعية كأنك واخد جنب كأنك لا ترغب في التفاعل مع الاشخاص لاني عم شوف حدا منفرد فأنت يا برج الميزان الناس اللي يعني في الحالة هذه فهم يحتاجون الى الخروج من هذه الوحدة وهذا هو الشيء اللي لازم للشفاء من حسرة الماضي فأنت يجب ان تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي فكذلك في منكم اللي رغم الشيء اللي صار مع الشخص هذا او مع العيلة فبعده براقب زواء كان براقب حدا من العيلة او عم براقب الحبيب او الزوج يعني هذي امور خاصة بالاسرة ممكن يعني احيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لنا حدا مهم فممكن يكون هو كذلك فشيفاه بعده عم براقب العيلة او الحبيب كذلك في منكم يعني اللي ترك الاحداث تستنزي بكل طاقته وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار شايفاك مريت بوقت عصيب سواء سوء المعاملة او خيانة خيانة الاهل الاقارب يعني فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار حتى اذا كنت في اسوأ حالاتك فانت تحتاج الى جمع قوتك يا برج الميزان كذلك كتدل الورقة على انك انت وشريكك او اسرتك يعني قد اصبتم يعني بجروح يعني في جروح في العلاقة فبيقلك الورق لا تستسلم كذلك في منكم اللي عم بيخبرهم التارو انه الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك فبيقلك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقته ثقته سواء كان الحبيب او شخص من العيلة يا برج الميزان كذلك عم شوف منكم اللي بعيد عن الاسرة او عن الحبيب وممكن يعني كان شوف كأنه يعني بعاد عن بعض وممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب او الاسرة فشيفك حزين يعني وعمل تراقب يعني عمل تراقب الحبيب بخفية اذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب فانا شايفه انه في مراقبة للشخص هذا بتخفي وعم شوف خيبة امل كأنه الشخص هذا في عنده خيبة امل من موضوع او اتجاه الشخص هذا الشخص هذا حامل كاس الحب هو حزين وشايفك في مفترق الطرق يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا لاني شايفك تعبان فالطار بيقلك تحمل واستمر في طريقك فانت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان وقادر على اصلاحي الاشياء هذا فيما يخص الاسرة راح نشوف الحين ما هو عاطفي بصراحة في طاقات يعني كنظرة عامة في عندي طاقات كتيرة في القراءة هذه في طاقات كتيرة وابراج كذلك انا راح حاول اصرد اكتر الاشياء وان شاء الله تنطبق على اكبر عدد برج الميسان فانا شغلات راح احكي فيها ورح ارجع في احكي فيها مرة تانية يعني بشكل عام يعني بشوف في مراقبة في حدا بيرائق بك يا برج الميسان في شخص من الماضي متعلق فيك راح نبلش في ناس بعلاقة يعني حلوة مع بعضهم هذا بشكل عام ففي عندك يا برج الميسان حدا من الماضي لانه في بيناتكم في الذكريات هيك شغلة في حدا من الماضي او الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي ساعة او حتى اذا كان متطنش وعامل حاله مش فار امامه الشخص هيدا طالع عندي فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله ومو مهتم متطنش ولكن بعده بيفكر فيك والشخص هيدا شايفاه يعني عم يسعى للحصول عليك يعني الشخص هيدا باغي يحصل عليك او الرجوع اليك هو بده يرجع اليك هو غير رادي تماما الشخص هيدا غير رادي تماما عن الشي اللي صار وبصراحة الشخص هيدا هو انسان ناجح يعني ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل يعني كأنه عم يستنى منك شايفاه كأنه عم يستنى منك خبار رسالة انك تاخد قرار انك ترجع اليه وهو صراحة بيراقبك الشخص هيدا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنىك والشغلة الي اجيت بعضهم شو الشخص هيدا متعلق فيك الشخص هيدا متعلق وبصراحة هو حدا شخص طيب الشخص هيدا انسان طيب يعني مش نيته سيئة او هيك وبيحبك وفيه اللي بيتوجع كثير من افراقك يا برج الميزان ممكن يعني الشخص هيدا يكون قطع معاك يعني يعني ممكن يكون بسبب مشاكل او القاء اللوم على بعض او العلاقة هيدا تعرضت لدخول شخص ثالث يعني اطراف ثالثة كانت السبب ففي الحالة هيدا بيقلك اتعروا يا برج الميزان لا تترك الاخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان والشخص هيدا عم شوفه مستعد للمنافسة من اجلك يا برج الميزان وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة يعني او فيه شغلات بيناتكم ممكن تكون سبع عوائق لاني عم شوف فيه عندنا سبع سبع يعني او ممكن فيه اختلافات بيناتكم ممكن في طريقة التفكير عادات فيه مسافة بيناتكم او انتم بلدين مختلفين يعني لاني عم شوف فيه مسافة الشخص هيدا بغي يوصل ليك يعني بده يوصل اليك يعني عم شوف فيه حاجة واقفة بيناتكم السبن الرقم سبعة كأنه فيه عوائق او فيه حواجز يا برج الميزان والشخص هادا بيفكر فيك كذلك وكذلك بيفكر بوضعه المالي ممكن تكون عنده يعني مشاكل مالية لاني شفته غير راضي عن الوضع اللي هو فيه سواء كان الوضع اللي صار بيناتكم او اللي وصلكم للشغلة هذي او الوضعه المالي فاني شايفاه مشغول مشغول بشغله يا برج الميزان ممكن يكون الشخص هادا فتح مشروع كذلك عنده إلك ذكريات هو عطول عم يتذكر الذكريات اللي بيناتكم يا برج الميزان عم يتذكرك بكل اللحظات يعني كل فترة مرت يعني بيناتكم بتطلع له ذكريات منك وبيركز على الشغلات اللي صارت عم يتطلع على شغلات جبتها له او انت اعطيته اياها يعني بيرجع للأحداث واللحظات فمبين عندي كأنه انكم منفصلين لاني عم شوف مسافة يعني بيناتكم والشخص هادا بيفكر فيك كتير ومتعلق كذلك يعني هو شايفك يعني الشمس والفرح كأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة هو بيراقبك يعني بصراحة كثير اما انت يا برج الميزان انت شايفك يا برج الميزان متمسك في الحبيب او متمسك بموقفك وشايفك حاليا يا برج الميزان في مفترق طرق يعني كأنك مش عارف تاخد قرار حاسم في موضوع او انت متمسك باكتر من شخص يا برج الميزان ومش عارف تختار بيناتهم فممكن تكون في علاقة ولاتية ولكن انا شايفك يعني بشكل كبير انا حاسة يعني انه انه العلاقة هذي جاية من طرفك وشايفك يعني انسان جميل ومهتم بحالك يعني ومتزن ومركز ومتمسك بموقفك ايا كان وشايفك بعيد شوية وقاعد عم تفكي وكأنك يعني واقع في مفترق الطرق فانت يا برج الميزان لازم تاخد قرار في الوضع هذا سواء كانت بتختار بين شخصين يعني شخص قديم وجديد او انت بعلاقة ثلاثية ومتزوج يعني او حتى اذا كنت منفصلين يعني بتفكر فيه شخص قديم او تبدأ بداية جديدة فانت لازم تاخد قرار وتطلع من طاقة الانتظار اللي انت فيها لاني شايفك يعني في عندك طاقة انتظار يا برج الميزان فانت لازم تاخد قرار وتطلع من الطاقة هذي كذلك في منكون يعني يا برج الميزان اللي شايفاه ااا تعرف على شخص جديد ولكن بعده بيفكر بالشخص القديم ومتمسك فيه داخلياً ففي الحالة هذه انت لازم تاخد قرار وتخرج من الحالة هذه وتحط النقاط على الحروب كذلك في منكم اللي تعبانين كتير من انفصال اتسار او طلاق بسبب يعني علاقة ثلاثية بسبب علاقة ثلاثية ممكن شخص فيت عن العلاقة اني عم شوف في جرح بقلبك يا برج الميزان في منكم اللي حاسس حاله وحيد حاسس حاله يعني وحيد وتعبان كأن العالم يعني تخلى عليه ممكن تطلع بالصورة كأنه عم يسأل حاله ليش صار معي كل هذه الشغلات وليش ما ساعدني حدا ليش الله ما ساعدني بالوضع هذا سواء كان انفصال او طلاق لاني فعلا في عندي يعني في طلاق راح اسحب ورقة هاي دي كنزه راح نشوفو الورقة التالية لنشوفو هالجرح هذا ليش ليش؟ احنا راح نشوفو الورقة ما راح نوضحو توضح لبعدين لاني عم شوف في ام حزينة عندي لهيك يعني انا كذلك عم شوف عندي المطلقين في منكم ليتعرضوا الطلاق بسبب شخص فيس على العلاقة خيانة مع الطرف ثالث الطرف ثالث فات سواء كانت العيلي شخص ثالث بس عم حس اكثر انه في شخص ثالث فات على العلاقة راح نكمل ولاني كذلك شايفة انه فيه اللي عندهم اولاتي فيه اللي عندهم اولاتي فالملائكة بتقلك في الحالة هذه ان المساعدة هي قريبة من لانكم عم تشوفو في صور وفي نافدة وفي الهام بتقلك ان المساعدة هي قريبة منك سواء كنتم منفصلين او صار طلاق او متباعدين يعني او كان يعني ان فسخت شي خطوبة فبيقلك ان المساعدة هي قريبة منك ولكن افكارك السلبية هي تحجبها عنك فعليك بالتقرب الى الله تعالى بالطريقة الصحيحة وترك كل الامور عليه يعني وتعمل هيك مديتيشن يعني و ضلك عم تدعي وان شاء الله كل الامور رح تتحسن يا برج الميزان انا على طول عم بنسا ما بقول الابراج يعني اللي موجودة في عندي برج التور والحمل والاساد والجدي في عندي طاقة نارية كبيرة طاقة ترابية عضراء كذلك جوزاء جدي اهوة ابراج مائية وترابية والهوائية قليلة يعني عم تشوف برج الجوزاء في عندي كذلك ابراج هوائية صح يعني كل الطاقات موجودة عندي خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان شو رح نلاقي برج الميزان فشايفاك يعني حاسس يعني برج الميزان كأنك بعيد فممكن تكون يعني بعيد يعني عن جو العائلة او هناك حنين لالون او حنين لشخص انت بتحبه او انت في بلد تاني بعيد عن الناس اللي بتحبهم بعيد عن جو العائلة وفي حنين لالون ولكن عم شوف كأنك مفتقد لدفء الاسري كذلك شايفاك يعني بعدك بتحب الشخص هذا وحاسس انه بعيد عليك سواء كان شخص بتحبه او زوج وكذلك ممكن يعني يكون في عندك زواج وبداية جديدة لان هذه ورقة الزواج وبداية جديدة الورقة هيري احيانا بتدل على شخص يعني ممكن يكون من اللاضي انت بتعرفه وبتحبه لان البداية الجديدة هي رح تكون مع شخص رح تحبه يعني ممكن يكون زواج وبداية جديدة مع شخص كان جديد او قديم أو تركت بعض يعني يعني ولكني شايفة بعده في ذكريات سواء انت اللي تركت أو هو اللي تركك بعده في ذكريات يعني عنده وكان في كذلك صار حدا أو شغلة تركت بعض من خلاله بعتبر لي أني بصلت شو كنا بنقول لأني شايفة زعلان يعني كأنه يعني صار في خداي يعني تركت بعض أنت والشخص هذا لأني شايفة أنه الشخص هذا كان بالنسبة لإلك توأة من روح يا برج الميزان وبعضي عم شوف في تواصل روحي فاحتمال تكونوا بعيدين يعني عن بعض أو من بلدين مختلفين أو كانت بيناتكم اختلافات يعني خلقت لإلكم مشاكل أو في يعني لأنه عم شوف في خداع وفي مكر بالموضوع ترجمة نانسي قنقر